زي يقول لا أحد سوى يعلموا أن حذائي يؤلموني وبالدرجة متاعنا ما يحس بالجمرة كان اللي يعفس عليها هنا اليوم في 2024 الناس الكل عندها الحق تفتي وتعطي راي وتحكي على وجاعة الجمرة اللي مش عفسين عليها وعنده الحق يقيم كانها بيردة ولا تحرق كانها توجع وإلا ما توجعش وسهل ياسر يلقى لك اسم اضطراب نفسي ينعتك به وهو مش اختصاصه فقط خاطر شايف فيديو على انستغرام يحكي عليه سهل ياسر يتهم غيره بدور الضحية وإلا بغيرها من العبارات اللي تاولينا نسمو عليها ياسر ما بين اللوكس والحق في النفاذ للمعلومة وسرعتها وما بين أنك تولي تنظر في أحاسيس الناس فما فرق كبير ياسر الأحاسيس لا تناقش يا صديقي طيقوا القايل هنا في بوتيكيتش مدخلني اليوم في هالنقاش حد ينحكي على حدث وإلا حياة مسيرة متاع فنان ونغني لا تار جملتين من غنيته وأكتفي بهذا القدر اما اصبر عليها شوي هاو نرجع بالتوالي لنقطة الانطلاق عنوان نزلته المدونة الرقمية النسوية نقطة يقول ألغي اشتراكي من مسلسل حياة شيرين زواج شيرين طليق شيرين خطوبة شيرين شهد صور لشيرين في حالة مسترابة شيرين ترقص بتهور على مسرح لم أعد أريد أن أشارك في حفلة النميمة هذه واللي لا نعرفه كل شي على حياة شيرين بين معارضين ومؤيدين متعاطفين ومستهترين وسيخرين وحاقدين وجلاد وأصدقاء حفلة نميمة جماعية على ظهر مرا فقط قررت أنها تغني للحب وللمشاعر الإنسانية يكفينا نحن نسي اليوم بش نقوله قديش ناخذ في ضريبة أكبر من ظهرنا ممكن مش جيمة نختاروا الأشخاص الصحاح في ثنيتنا وإلا ناخذوا القرارات الصحاح اللي تنفع بينا أما هذا زاد حق إنساني حقنا في أنه نتعلموا من تجربتنا الحياتية أما المؤلم كيف يكون خدمتك كفنين اليوم هي خدمة كالخدمة الكل نورمال ما تخليك عرضة للناس الكل عرضة أنه الناس الكل تفتي في حياتك ويجيك عبد من آخر الدنيا يقول لك عادي ما هو أنت بيخسوناش بيبليك لازم تخضع للمراقبة ومدام أنت حليت للناس حياتك ما تلو مش غيرك يتدخلوا ربا عذر أقبحوا من ذنب ولينا نشوفوا الأمور بالمعكوس اليوم والناس الكل نعرفوا اللي وسائل التواصل الاجتماعي فيها الناس الكل الناس الكل تحب تشارك حياتها كيف ما أنا وأنت بنت خالتك بنت عمتك جارتك الكل نحب ونشاركوا لحظاتنا وسهرياتنا وخرجاتنا الكل والكل عن نخدم ما عليش وقت يتولي خدمتك كفنان تولي وقتها ضريبة لازم تدفعها ما هيش كغيرك من البشر عليش نفسك أنت اللي في حياتك معابية بالبيه والخايب اليوم تسمح لنفسك بيش تشارك في حفلة رعب تخص شخص آخر تقول كلام على حياته وتدخل وتعمل وقت لي نجم الكومنتيغة ذاك اللي أنت تعمل فيه من وراء تليفونك يخلي العبد هذكا ما يرقدش في الليل ماذا بايا كان نقول اليوم يزين الناس الكل من حفلة النميمة اللي شاركنا فيها الناس الكل على حيات أختيست ومشكين هو باركا نجم نذكره في الليستة هذية ويتني هوستون سيلين جيان وغيرها من المغنين الأخرين ماذا بينا اليوم نقوله كافينا تدخلا في حياة المشاهير أما كيما قلت دي توا بالحق خطر ضعت شوينا الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة خطر قعا تنخمم عليش دي ما الفنانين النساء هم اللي يصير معامها عليش الفنانين الرجال باللي يعملوا باللي يصيرون لهم ما يتعديوش بالمراحلة هذوما الجمهور ما يدخلش في حياتهم كيما يدخل في حيات شيرين ولا في غيرهم الفنانات النساء هو كيما قلنا دي جاء التيتر هذي هبط في مدونة نسوية اسمها النقطة وهذي يراه ما يعكس كان التفكير متاع مجتمع كامل يعني حتى في المشاكل اللي قاعدة تصير اجتماعيا في المجتمعات متاعنا وقت اللي يبدأ فامها فضيحة متعلقة براجل يكون الوضع متاعها أقل بيسر من أنه تيتر يلسق فيه امرأة خطر يولي فما عقدة متاع عار ومتاع مشاكل ومتاع شرف ومتاع يجي وما يجيش وعيب وحرام وحلال وما إلى ذلك حابيت نقول اليوم أنه خلينا نهونه شوي الحياة على بعضنا وفكرة أنه كيما حكينا في أول الانتربيو مع طارق الأخصائي النفسي اللي كان معنا في اليميسيون راهوا الناس الكلتا ولا سهل يسر عليها أنه تطلق عليك حكم بيكون أسهل ويرضي غرورها أكثر أنه تعطيك جسد تيكا تلسق عليك بيش هي ترتاح وترضي الغرور متاحها أو الإيغو متاحها لكن من جهة أخرى أماني أنت خير نتيزة تتعرف أكثر مني أنه الفنين هو ينجم يكون هو ملك للشعب هو ملك الجمهور كيعمل عمل ناجح جمهور كل بشي يحبه ووقتها بشي تلقى برشا حب من الجمهور لكن كيعمل حاجة ما تعجبش جمهور متاعر أو بشي تلقى العكس تماما دا جاء أنت نتخيل في المدة الخرينية وبعد رمضان اللي عبدالكل عارفتك في رمضان في مصلصة البيب الرزق ومن وقتها شفت الكمية متاع الحب اللي جاتك من عند الجمهور خاطر أنت خدمت عمل الجمهور حبك فيه وحب العمل لها ذاكا ما بخونتخ نتخيل كان هاريخر أماني تعمل حاجة ما تعجبش الجمهور لو لازمها تتحمل مسؤولية العمل المتاحة كيما وقتها زادت كانت فرحانة هي بالحب ذاكا لازمة تتحمل مسؤولية للغلطة متاحة وراء الجمهور فيها نتخيل هاكا ومن عشن وراء يا كنتي هو خلينا نقوله اللي راهو الفنين وإلا الفن بتجليته الكل بالمهن متاعه الكل كسواء مغني ولا ممثل ولا رسام ولا نحاك راهو أنت في الاخر بالكل هذي كان ممتهن حاجة معينة كيما الجزار كيما الخضار كيما الطبيب كيما تنجم مرة تصيب وتنجم تخطئ أنت تراهم هنا كيف كيف ما بخونت خلنا ما راهو مش كيف كيف أنا راهو كيف كيف أحنا زوز نقدمه في خدمة والخدمة هذيك كيما تنجم تعجب الناس كيما تنجم تمشي منهار لطبيب ويعطيك دوية ويطلع صحيح وينفعك الدوية هذيك ويمشي معاك وتقول أنت تعم هذي يا طبيب بابهي كيما نفس الطبيب نهار آخر في مرض آخر اللي تفعليك يعطيك دوية آخر ما يمشيش معاك وتقول له ما يمشيش معايا علش علش المهنة هذيك تخليك فقط آآ احترم الشخص هذيك وتعامل معاه مهنيا أكهو وعليش مهنة الفنان مصدراء بمتاحه أنه تخلي حياتك الشخصية مكشوفة للجميع ومجي آخر كيما قلت الجمهوري عنده الحق ينتقد عمالك لكن ما عندهش حق ينتقد يدخل في حياتك الشخصية وينتقد عمالك الشخصية هذي تعملهم انتي ونورمال ما ما يسمعش بيهم الجمهوري لكن على غالب وصلنا المرحلة أنه المجتمع يلوجه هو في حد ذات ويبدأ يلوجه يحب يعرف الحقيقة الشخصية نقول اللي الاعلام هو اللي سنس الناس بالغفليكس هذي لا لا بالعكس احنا هاك تشوف هاك تشوف هاك تشوف اهلا بالحق الحمدولة هاللي ما فهم نوعية متاع اسألة معينين ما يتطرحوش عنا ما نحاولوش انه نلعبوه بحيات الناس وإلا بتفاصيلهم اللي ما يحبوش يفشيوها للناس الاخرين بالعكس هذي يراهو احنا قاعدين نضيفو عليه في الميشيهم بتاعنا هذيك عليش ديما ديت في القيمة وحنا موصلين معاكم في ميزة جور حتى للستة امتاع العشية توان خليكم في غنية الوتر الحسيس شيرينا